الهندسة المعمارية تعد من أهم عناصر البعد الجمالي للمدن ورفاهية المجتمع فهي تشكل المدن تؤثر على حياة السكان ومن أجل مواكبة القضايا المعاصرة للبيئة والتحضر السريع شرع النظام الوطني للمهندسين المعماريين تشاديينه في تنظيم ورشة عمل حول قانون المعمار وممارسة مهنة الهندسة المعمارية في تشادي ويهدف المشروع إلى إنشاء إطار قانوني لتنظيم مهنة الحندسة المعمارية وتحديث شروط الانتساب إلى جانب وضع معايير الجودة والسلامة وخلال يومين سيناقش المشاركون مختلف الأحكام العامة لمشروع القانون قبل عرضه للبرلمان القانون هذا هو بس بحدي شغل المعمارين القانون هذا هو بحدي ذاته كيف يكون نزام المدينة ما في بناء أشوائي ما في طبعا طرق والكلام ده طبعا كله كده جوا القانون خلال يومين ده هيحصل له طبعا شغل معنا وهيتنقل للبرلمان المعمار ما بس يلا رسم وبنى المعمار طبعا عمق من كده المعمار ده بيكون في وسط كله سياسة رئيس النظام الوطني للمهندسين المعماريين تشاديينه أشار إلى أن الهندسة من أهم العناصر الفاعلة في تقيير مستقبل المجتمع الوعدة هو أساس المهم لهندسة وفي البلد كله في وقتها لا سجايدة بالموية والأمور ده الوعدة كان جدا بسايد كثير عشان المهندسين يقدروا يساعدوا البلد أما مستشارة وزير استصلاح الأراضي السكن والتمد ريحان أهدم صالح فتحدثت عن أهمية المشروع الذي يمثل خطوها ما في تنظيم مهنة الحندسة المعمارية في شات ترجمة نانسي قنقر